النهاردة هنتكلم مع حضراتكم عن اللاعبين الأقرب للرحيل عن نادي الزمالج بنهاية الموسم تعالوا نشوف أول هؤلاء الأسماء هو محمد أبو جبل حارس مرمى الزمالج ينتهي عقده مع الفريق بنهاية الموسم الجاري وأغلق النادي أمامه طريق التجديد بعد بتعاد اللاعب عن المباريات بحاجة الإصابة وأصبح قريبا من الانضمام لأحد أندية الدوري السعودي التي اتفق معه في الفترة الماضية وتحديدا بعد نهاية مباريات كأس الأمم الأفريقية في الكامر طريق حامد لعب وسط ينتهي تعقده مع الزمالج بنهاية الموسم الجاري وأغلق النادي عدم التجديد له وتحويله للتحقيق بعد غيابه فترة طويلة في أسبانيا للتأهيل ومماطلته في تجديد العقب والأقرب لطريق اللاعب في الدوري السعودي خلال الموسم المقبل بعد الاتفاق مع أحد أندية السعودي في الأيام الماضية سواني قبل أن نروح للعب اللي جاي طريق حامد حتى هذه اللحظة بالكلام إدارة نادي الزمالج هو هيرحل عن الفريق بس لو تسألوني عن توقعاتي أقولك أن طريق هيكمل مع الفريق إزاي الله أعلم بس حاس أن المشاكل دي هتدوب الفترة اللي جاية اسم كبير واسم محترم ونادي الزمالج وقدره جيدا المهم أنه يعني الأمور تعادي الأمور تعادي تعالوا نكمل بعد إسلام جابر يملك إسلام أكثر من عرض الرحيل عن الزمالج في الانتقالات الصيفية لكن حتى الآن لم يحسن في ديرا موقفه من الاستمرار أو الخروج سواء عارق أو بيع نهاي ومن المكرر أن يكون الحسم بنهاية شهر أغسطس خصوصا وأن العروض التي تلقاها جميعها من أندية محلية حازم إمام ينتهي عقده أو عقد القائد الزمالج بنهاية الموسم الجاري وموقفه ما زال غامضا خصوصا وأن الإدارة لم تحسم التجديد له حتى الآن وقد يكون الأقرب استمرار لمدة موسم واحد فقط لو أبقى عليه في الفريق لو ما لقوش بديل أشرف بن شاري مستمر مع الزمالج لكن حتى نهاية شهر يوليو الجاري فقط وبعدها سيرحل عن النادي بعد عدم التواصل للتفاق لتجديد عقده والأقرب له الرحيل إلى أحد الأندية فيه الدوري القطري وقد يكون نادي قطر الذي فوضه مؤخرا كما فوض مواطنه بدر بنون مدافع النادي الأهلي رزق سي سي اللعب الإفاري دخل في أزمة مع الزمالج خلال الساعات الأخيرة بعد أن انقطع عن الحضور لتدريبات الفريق دون إزد في زل انتهاء عقده مع النادي وعدم الوصول إلى اتفاق للتجديد وبالتالي رحيله أصبح أمرا واقعا في الوقت الحالي أيضا محمد ونجم المغرب محمد ونجم الموسم الحالي هو الأخير له مع الفريق بعد أن قررت الإدارة عدم تجديد تعاقده الذي ينتهي بنهاية الموسم خصوصا وأنها طرى بأن الفريق بحاجة للتعاقد مع محترفين آخرين عمر السعيد حسم نادي الزمالج بشكل كبير موقفه بعدم تجديد تعاقده الذي ينتهي بنهاية الموسم كما أن اللاعب تلقى أربع عروض محلية في الفترة الأخيرة من بينهم فيوتشر والجونة لكنها حتى الآن ما زال يترقم مصيره مع البرتغالي بريرة المدير الفني للفريق حيث أن رغبته هي الاستمرار مع الزمالج يوسف أوباما ما زال عقده مستمرا مع الزمالج لكن إدارة النادي ترغب في رحيله عن الفريق وتبحث في الوقت الحالي عن أي عرض خارجه خصوصا في الدولة السعودية من أجل إعاراته في الموسم الجديد حمزة المثلوسي عزي الأيمن التونسي لا تميل إدارة الزمالج لاستمراره مع الفريق بسبب غيابه المتكرع بسبب الإصابات وتريد الحصول على عرض خارجه لرحيله بنهاية الموسم الجاري زمالج محتاج فرقة لو هيستانع عن كل ده يبقى محتاج فرقة تانية كبيرة أنا